وزارة البترول بيتواصل خطة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل في العام القادم بتعتزم الوزارة توصيل شبكات الغاز لأول مرة في مدن وفي مناطق جديدة ضمن مبادرة مبادرة التقسيط الميسر لتكلفة التوصيل وبدون مقدم أو فوائد من بين المناطق الغاز الطبيعي هيكون فيها في العام المالي القادم 2019-2020 لأول مرة في المينيا ملاوي وأبوتيج والقصية في أسيط وكفر سقر والقنايات في الشرقية وأطفيح والحوامدية والبدراشين في الجيزة وشبين الأناطر في الأليوبية وأشمون في المنوفية والحمول في كفر شيخ وقطور في الغربية وأجا في الدأهلية وسيم بلوين كمان في الدأهلية وزي ما البيانات في وزارة البترول بتقول أنها قدرت من أنها توصل الغاز الطبيعي لحوالي مليون ومية ستة وسبعين ألف وحدة سكنية في الفترة من يوليو 2018 لحد الشهر اللي جاي في أول الشهر اللي جاي المبادرة كمان لازم نأكد أنها وزارة البترول هي اللي أطلقتها وكانت بتتضمن توصيل الغاز بدون مقدم وبأسط شهري 30 جنيه على فاتورة الاستهلاك والمدة 6 سنين وبدون أي فوائد 30 جنيه وبدون أي فوائد في نفس السياق بتعتزم وزارة البترول أنها تستخدم عددات الغاز الطبيعي مسبوقة الدفع وده الأول مرة وحتبدأ في التعامل بيها بشكل تجريبي بشكل تجريبي قبل نهاية السنة قبل 2019 ما تخلص فيه وحدات الإسكانة الاجتماعي بشير الخير واحد واثنين في اسكندرية الأصمرات في القاهرة بإجمالي 20 ألف عميل كوسيلة علشان تتأكد من كفاءة العمل للمنظومة دي خلينا نشوف الموضوع مع المهندس ياسر بهنس رئيس شركة تاونجاز ونعرف أكتر المعلومات الممكن أن نستفيد منها بالإضافة للي تم ذكره في الخبر اللي جاي حسب بيانات وزارة البترول برحب بحضرتك يا فندم في البداية أهلا وسهلا أستاذ رهام وأهلا وسهلا باستاذ المشاهدين على قناة السي بي سي شكرا يا فندم وهبدأ مع حضرتك بمعرفة حجم الإقبال من المواطنين علشان يستفيدوا من المبادرة اللي احنا ذكرناها دلوقتي وقلنا محتواها ايه وطبعا هي خاصة بتأسيط تركيب الغاز الطبيعي أنا في البداية بشكر حضرتك وبنقول أن خلال خطة قطاع البترول لعام 18-19 تم تحقيق رقم قياسي وبنقول أنه هو إنجاز في خطة توصيل الغاز الطبيعي للوعدات السكنية تمام أكبر رقم يا أستاذ رهام حصل في تاريخ توصيل الغاز منتبت هذا المشروع عام 1981 وبنقول لحضرتك أنه فعلا نجحنا في توصيل ما يقرب من مليون ومتين وعشر ألف وخطتنا هي مليون ومتين ألف ده راجع للمتابعة الجيدة والمستمرة لمعالي وزير البترول وحسوا لجميع شركات توصيل الغاز بتكثيف الأعمال وتلبية احتياجاتهم من معدات وزيادة فرق عمل وتأهلها الاشتراك في هذه الملحمة وبنقول القرار الجريء اللي حضرتك بتقولي عليه ده قرار أستاذ رزير في موضوع تأسيد تكلفة توصيل الغاز بدون أن العميل يدفع أي مبلغ تكلفة توصيل الغاز يعني صغري هام بتتقصد على مدار اتنين وسبعين شهر وبمبلغ تلاتين جنيه على فاتورة استهلاك الغاز وعايز أقولك إن في بداية خطتنا لـ 18-19 إحنا كنا خايفين جداً إن إحنا مش هنقدر نلتزم بالمليون ومتين ألف إن إحنا فجئنا في أول ثلاث شهور إن معدلات التعاقد ومعدل إقبال العمل على التعاقدات مش عايز أقولك كان ضعيف جداً لو أنا قلت رصدت في شركة تونجاز إحدى شركات قطاع البترول إن أنا معدل خلال ثلاث شهور كان حوالي لا يتجاوز 25 ألف عميل متعاقد عندي يا أستاذة رهام وأنا المفروض إن أنا يكون معدلي 80 ألف إحنا عايز أقول لـ حضرتك رقم نسبة ضعيفة جداً أنا عايز أقول لـ حضرتك رقم نسبة ضعيفة جداً أنا عايز أقول لـ حضرتك رقم نسبة ضعيفة جداً مش مقارنة بالمطلوب أو المستهدف يعني بالضبط كده أنت عارفة يا أستاذة رهام أنا في شركة واحدة من شركات القطاع وصل حجم التعاقدات لـ 380 ألف تعاقد عندي والحمد لله شركة تونجاز كان فيه التزام ومتابعة وتنفيذ لبرنامج طموح لمعالي الوزير ووصلنا ما يقرب خلال هذه الخطة لحوالي 320 ألف وحدة سكنية وعندنا بقب من التعاقدات بنستكمل بيهم خطتنا وبنقول أن الخطة بتاعة خطة البترول هي خطة طموحة بندخل فيها لجميع المناطق اللي لم يتم توصلها بالغاز وبنقول أن الخطة إن شاء الله زي ما حضرتك بتقدلتي وقلتي إن أنا عندي في 19-20 مكملين خطتنا وبنوصل لمليون ومتين ألف عميل ودخلين لحوالي ما يقرب إحنا بس كشركة من الشركات من 14 شركة شركتنا دخل لـ 33 منطقة طيب دلوقتي يعني بشكرك طبعا الرسالة وصلت دلوقتي تطبيق استخدام عددات الغاز مسبوقة الدفع ممكن أخد فكرة سريعة عنها إزاي هيتمش يعني هي شبيهة بفكرة عددات الكهرابة مثلا بالضبط كده هي نفس الفكرة وإحنا الفكرة بتاعتنا يعني برضو هي بتوجهات معالي الوزير لأنه لمس المشاكل العملة مشاكلنا كدولة في عدم تحصيل مستحقات الدولة عن استهلاج غاز فطبعا إحنا بنحل المشاكل دي على طول وكان التوجه إن إحنا نبدأ على الفور إن إحنا نطبق فكرة العداد المسبوقة للدفع وفعلا الشركة القبضة للغازات نساقط مع وزارة الإنتاج الحربي وبدأ فيه منظومة ومشروع تجريبي زي ما تفضلته وحضرتك وولتي وهيطم تطبيقه قبل نهاية عام 2019 وهنطبق في الوحدات الإسكان للاجتماعي في مناطق بشار القير واحد واثنين في اسكندرية والأسمرات بالقاهرة في عشرين ألف عميل وده ده مشروع تجريبي يعني خلال تجريبي خلال لننطلق بعد كده في أعداد غير مسبوقة هنقول إن أنا ممكن في القاهرة بس نحول خمسمائة ألف عداد مسبوك وبالتاني نعمل خطة جميلة للإحلال جميع العدادات تمام شكرا جزيلا للتوضيح مهندس ياسر بهنس رئيس شركة تانجاز شكرا جزيلا لحضرتك